السلام عليكم لديكم مشكلة في تعلم اللغة الإنجليزية نحن كاملين نعرفينها لا، ما زال ما عرفتي كيف تبدأ ما زال مبتدئ و ما زال مخربق دماغ و ما عرفتي شنو تشد أريد المخططات التي يجعلك تتقل اللغة الإنجليزية والتهنام الهضرات اليوتيوبر يقول لك أجد تشوف كيف تعلمت أجد نور كيف تعلمت لا، أنا سأعطيك المخططات التي اتخذتها أنا في مدة 6 أشهر تعلمت المبادئ الأولي للغة الإنجليزية و اللي خلتني أنني نحترف طريقة القراءة و طريقة الكتابة و طريقة تحدث والسمع هذا المخطط الذي تبعتيه كن على يقين و كان قارنطي لك و نحلب لك بالله أنك غدي توصل لبلاثة اللي بغيت توصل لها في اللغة الإنجليزية سواء أنا بغيت التحدث أنا غنعطيك كيفاش بغيت تكتب أنا غنعطيك كيفاش أي حاجة غدي نعطيها لك بعد المخطط هذا أقسم لكم بإلا أنكم حتى تحترفوا اللغة الإنجليزية و ما عمركم غدي تلقاوا مشكل ثالثالي خلي لي يا جيم شكو مونتير زوين و نتوكلوا على الله أول حاجة غستكتب بها كمتعلم للغة الإنجليزية أو واحد عد بادي تعلم اللغة الإنجليزية انت عد بادي اللغة الإنجليزية و بغيت يسقبطها من الفوق وتخليل تحت خاوي را عمرك غدي تدرم زيان و عمرك غدي تقرم زيان كون هاني إلا بديت اللغة الإنجليزية من الفوق را ما عمرك غدي تتعلم اللغة الإنجليزية لهذا الخطوة الأولى اللي خستكتخدها وهي pronunciation of alphabets pronunciation of alphabets نطق الحروف الهيجائية نطق الحروف الهيجائية اشتركه يلي تحدثك تحتارف القراءة يلي تجد تحتارف القراءة تحتارف القراءة حيث يأتي تعرف تقراءة و إلا تعرفت قراءة ارا تعرفت تهضر هذا هو المبدأ الأول اللي تخطيه في حياتك هو أنك تجلس و تتعلم كيفاش تنطق الحروف كاملين الدرس دي النطق الحروف غتلقاه في الديسكريبشن غتلقاه في صندوق الوصف غتتخله غدي تبدأ بشوية بشوية غدي تعلم النطق الحروف و غدي تعرف الفرق ما بين الـVowels وما بين الـConsonants يعني الحروف المتحركة و الحروف الساكينة غدي تقسم الحروف غدي تعرف هذا كيفاش داير وهذا كيفاش داير إلا تقنتي الحروف الهيجائية عندك يومين بشتق الحروف الهيجائية وبش عرف رسك انك تقنتيهم وهو خصك تدير تشعل تليفون ديالك تدير للـLangeregistro و غدي تبقى تنطق ليوم وغدا تبقى تنطق الحروف وتعودهم تنطق الحروف وتعودهم تولي ترجع للافيديو تسنط النطق ديالهم تولي ترجع الرأسك وتقارن و لا تقبط تليفون ديالخوك و لا أختك و لا الوالدة و تنطق الحروف و احد الخمسة و لسهل الحروف تولي ترجع تسمعهم وتقارن ما بين النطق ديالك و ما بين النطق ديالك و ما بين النطق اللي قلقتي في الفيديو الى الشين النطق ديالك تحسن دوزل للاخرين دوزل للخمسة الاخرين و انت غادي حتى تسالي النطق الصحيح للحروف وهذه هي اول خطوة ستتأخذها خطوة الثانية حفظ الكلمات نصيحة مني انتك مو بتاتي مازل ما عندكس الـ marriage مازل ما عندكس الـپاكج مازل ما عمرش بالك نسعليك الجومل نسعلكش عاجة اسمية الهضراء شئ حاجة اسمية القراءة شئ تقدر تقبط اي شي حاجة الكلماء شوف أحسن ناصيحة انا قدرنا اعطيها لك أخ وهي انك تحفظ الكلمات هاتقبط الكلمات غادي تحفظهوم اول حاجة تبدأ بيها باش تسهل عليه الطريق وهي غادي تتمشي و غد لشارشيال الـ irregular verbs قريبا ما يفوت 270 الـ 270 لأفعال الشادة الذي يجب أن تضبطهم كنا أكيد أن أضبطتها هذه الأفعال فست qualitative أجل أفعال 170 هنا الكلمة التي تعطيك بعض الكلمات تخرج منها الفعل وتخرج منها الإسم ولكنها تقريبا الكلمة التي تخرج منها يمكن أن تخرج منها الفعل ما أن تخرج إليها أما أنت تجري إلى حفظتهم وقدرتي عشراف النهار رقسي لديك معهم كاملين وحرص يجب الكلام من 500 كاملين في التليفون وحشرة غدا وحفظ خمسة كنت في استيطاعتك حفظ عشرين ستحفظ عشرين كل واحد والاستيطاعته يحفظ من كلمة وإذا حفظتهم كن اكد انك سيتهن نافاش في القرامة سيتهنك في القرامة حتى هم الأفعال اللي يتصرفوا عبر الزمن وهما اللي يتبدلوا إذا حفظت انتها هادو والطباقي الأخر سيجيك سهل قاعد الأفعال الآخرين سيتصرفون في الماضي سيتزيد لهم إيد في التالي وهانت يتهني تعليش حتى حافظ ويسهلوا عليك المسافة للطريقة الثانية لتحفظ كلمة هي تبشي تشري قيصة قيصة صغيرة أو كبيرة على حسب الاستيطاعة سيتقبط الكلمة ويتترجمهم سيتقبط صفحة في النهار سيتقبطها سيتترجم الكلمة سيتحفظهم سيتدوز سيتراجع الكلمة سيتحفظهم وانت غادي وانت غادي وانت غادي غير كل ورقة سيتخرج من 40 كلمة أو 50 كلمة الخطوة هي الثانية التي قدرنا فيها على حفظ الكلمة سنمر الخطوة رقم ثلاثة سيتقبط سيتدوز القواعد في جميع الأزمين المناسبة من المناسبة بشكل مناسبة من المناسبة وانتغرقهم سيتدوز الجميع القواعد التي تتغرقوا في الغرامة سيتطلزها لا تستطيع التقنهم في عشرين يوم كل يوم ساعة ساعة ستأخذ فيها خمسة ديال التصريفات يعني خمسة ديال التصريفات بساعة ستأخذ فيها خمسة ديال التصريفات خطوة رقم ربعة يجب أن تعرف نطق الحروف لديك الكلمات بزاف ويجب أن تعرف القواعد ديال التصريف يجب أن تشترك الروابط يجب أن ترابط ما بين كلمة وكلمة أو ما بين جملة وجملة أو ما بين باراقراف وبراغراف يجب أن تشترك الروابط يجب أن تكون لدينا في القناة وهذا نجد لكم هذا الشيء كامل فهذا نجد لكم في صندوق الوصف بحراء باش ما تبرزتهم لذي كان ديجا فايتش مرحلة يهدت للصندوق الوصف ويمشي لمرحلة اللي هو ما زال واقف فيها أو اللي ما عرفاش باش يمشي يتقنها كي اللي باديم الصيفر وكي اللي باديم الوصف وكي اللي خاصوا يحسن النطب كل واحد المستوى دياله في اللغة الإنجليزية هذي كانت الخطوة الرابعة ده بغن مره الخطوة الخامسة بدك الربعة دياله الخطوة التي تبرزتها كاملين سأضح عليهم الخطوة الخامسة وهو الستنين والريدين ل segments تسمع بزاف اللغة الإنجليزية سيتشفر لي الفضائق währendه القناة ستصنط ساعة الالس poet ستصنط سذرم على تسمع الأنجليسية ستصنط يجب أن تقيم 어나 ما كيف تكتب فن الكتابة في كل مقرتي بزاف ستتعرف في الكتابة كيف يتوضف الأفعال هذي من جهة كيف تديروا للروابط هذي من جهة كيف تكتب الكتابة وماذا يكتبوهما كتابة بحال نحنا من ليمن ليسر وماذا من ليسر ليمن وماذا هما يترجموها غير المعنى او اللي يعطيك لوسونس كامل في الريدين انا كان قارنطي لك ستتعرف فن الكتابة والطريقة التي تكتب بها وكل لينكين بورد فوق تستعمله وفي الاسنين ستعرف بكثير سمع لانجلي ستعرف لانجلي وفي الريدين ستعرف لانجلي ستعرف لانجليزية ستفهمه بكثير لانت قريتي بزاف وعندك الكلمة بزاف ضماغ من خلال القراءة ونسفوت لمرحلة خمسة ستعرف لمرحلة ستعرف وهي المهمة وهي فن الكتابة هنا ستعرف راسك من خلال القراءة ومن خلال السماء ومن خلال القواعد ستعرف تكتب جملة جوج باراقراف وحدة وانت ستكتب اللي يجعلك تكتب تكتب ديالك مهم ستجرب راسك باش وتكتب ديالك ومن ثم يتكتب شيء لانت ستكتب لغة الإنجليزية أو الأسات اللي يقريك أو كيفية فنة أو أنا يا براسة سوف تقرأ لك وانا نصحح لك وانا نرى الأغلاطين عندك وانا نقول لك كل شيء إذا كنت تقن الروذين واتقن لسنين وعندك مشكلة في الكتابة كتب ريكو سوف تدعي سوف تقرأ لك لانت سوف نقرأ لك نستعد أني نتوصل بالرسائل ديالكم في هم الكتابة ديالكم ونسميته ونصحوه لكم ونقول لكم هالمشكل في كاين وهكيفاش تصلحوه وهكيفاش تديرو ما كينحتاش مشكل حناك نساعد بعضياتنا باش نتفوقوا على الغرب في اللغة ديالهم سالتي الخطوات بستا سالتيهم تقنتيهم كتمر الآخر خطوة اللي هي واللي الاكترية ديال الناس ما كيتقنوهاش وما كيعرفوش كيفاش يديرو لها هذه خطوة جد مهمة كيفاش غادي تدير تقن السبيكين كيفاش تولي تهضر الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نعطيكم الخطوات من علماء امريكيون وبريطانيون من مدارس عليا في اكسفورد وما الى ذلك من ان شاء الله غادي نعطيكم كيفاش تولي تفكر انجليزي كيفاش تولي تفكر امريكي الكلمات غادي ويتفوقي بوحديتهم عندكم في الدماغ ديالكم تولي تهضر بلا ما تفكر بغتي تقول جملة بحلل انك تهضر بالعربية غا تولي تهضر بالامريكية او بالبريطانية كله واحدش من اللهجة اللي بغا يتبع كلهم متأكدين الى تبعتوا هذه الخطوات هذه السبعة اللي قلت لكم واقصين بالله تتحترفوا في اللغة الانجليزية وتولي وتتقنوها مزيان ما تبقاش تضيع عراسك الهضراتي الاجي هاداش فتكيدرت هاداش فتكيدرت انا تبعت هذه الخطوات هذه الحمد لله توفقت والان كان هضر وكانكتب حافظ القواعد ديالي كل شي ديالي كيفما كانت شوفه الحمد لله ما عندي حتى شي مشكل في اللغة الانجليزية كان الحمد لله وكانشكره حيتاش تبعت هذه الخطوات هذه وشاركتهم معاكم من القلب كانتمنى انكم تنتوما تاخدوا هذه البديرة وتتبعوها وما تدوش الهضراتي الانجليزية ودير واحد البدابة اللي غينفعك من بعد ان شاء الله كان شكراك بزاف حتياش تبعتني الفيديو حتى التالي راك غدي تستافد لتبعت هذه الخطوات دابة بدا متخليش شال الله لا تؤجل عملي اليومي الى غد باش تستافد وباش تتغل الوقت كانتمنى اللي عجبك الفيديو وصلتك المعلومة خلي لي لايك ازدي منك اقل من ثانية وإلا ما زال ما تشترك تشترك وفعل الجارس بستوصل بكل جديد الفيديو ودينا مهمة مهمة بزاف وغتيتطور لك الحياة ديالك الى الاحسن شوفكم الدرس ديالك ان شاء الله بسحة جيدة تحال الله وفرازكم وبسلامه وببرتجي والقناة مع الاصدقاء ديالكم لماكسيموم باش تاهم ما يستافدوا شكرا بزاف على الدعم بسلامه اشتركوا في القناة